مع حضراتكم مرة تانية وليس مكملين مع بعض فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة دلوقتي هيكون معانا فقرة برضو عن موضوع مهم جدا ممكن كلنا كلنا بنتكلم في الفترة اللي فاتت ولكن القرار الحقيقة اتحسم من المحكمة لما قادت محكمة القضاء الإداري بتمكين المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية اللي ندخلين عليها يعني إذا تمت إن شاء الله على عكس المتوقع أنها احتمال في الأخير خالص ما تتمش بسبب ظروف كتير جدا المهم النهاردة هنتكلم عن الجزئية دي تحديدا وهي تصويت المصريين وإمكانياتهم أتمكنهم من إن هم يصوتوا من الخارج هيكون دفنا النهاردة الكاتب الأستاذ أحمد عثمان صباح الخير يا فندم صباح النور أهلا بحضرتك معنا حيبقين بلندن يا فندم مش كده ولا حيبقين في القاهرة أنا بقالي 47 سنة في لندن أوكي والدنيا هناك مختلفة عننا كتير صح في الطقس مختلفة في السياسة مختلفة لأنه هناك الحكومة البرلماني بيجيب الحكومة ويسقط الحكومة هنا طبعا الحكومة سأدخل هنا البرلمان بيجيب الشعب وبيصرف الشعب برضو يا فندم هنا الدنيا معكوسة شوية يعني المهم ده خلصنا من الحمد لله نخش مرحلة جديدة نارجو إنها تكون يعني ديمقراطية وتمثل الشعب بصحية طبعا من الفعلا الأخبار اللي كل الناس كانت سعيدة بيها لما صدر القرار من يومين هو حق يعطاء المصريين المقيمين بالخارج وهم حوالي 11 مليون وكسر يعني إن هما يقدروا يسوطوا من خارج مصر بس اللوجيستيكس بتاعت الموضوع ده تحصل إزاي أو الإجراءات بتاعته تحصل إزاي إحنا لسه مش تفاهمين فحضرتك شايف بمن حينك عايش بقالك 47 سنة برا مصر إيه أهمية أنك تصوت في الانتخابات البرلمانية المصرية ده مهم جدا تتكلم إزاي يعني إحنا شعب أنا أصلي كبير شوية في السن سبتي مصر يعني عاشرت ما قبل ثورة يوليو إحنا كان عندنا برلمان يسقط الحكومة كان عندنا برلمان يناقش الملك في التصرفات ويناقش ويشوف الميزانية ويحاسب الناس من ساعة ما جاء ثورة يوليو لغى الدستور ولغى البرلمان ولغى الأحزاب وعبد الناصر كان ينتخبوه بتسعة وتسعين بوينت تسعة وتسعين في المية بالأصوات فتتدي صوتك عبد الناصر بس يعني وكل اللي بعد كده برضو من ساعتها لغاية دلوقتي والحزب الواحد بينتصر هو اللي بيحكم فما فيش تتدخب يعني بتدي صوتك في الهوى يعني الحزب الواصل اللي بيحكم حزب الوطن اللي حيكسب مهما أنت عملت مهما عملت عشرة كانت ما كانش حد بيشارك لكن الأول مرة دلوقتي هم العيال بالتحرير العيال العيال اللهم شباب الشباب يا أولاد أيوه طبعا 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 فإذا خلصونا من الحكاية دي وعندنا فرصة ندي أصواتنا لأول أنا ما صوتتش في طول السنين السفاتي دي طبعا أصوت في ايه معروف النتيجة لكن دلوقتي ممكن نغير صوتنا دقت ليه أهمية عشان كده كويس إن احنا 11 مليون مصري مش ممكن يتحرموا من التصويت بلزب 11 مليون مصري فندم ده زائد إنه كمان تقال إنه فيه 5 مليون لكن 5 مليون دول مقيمين بطرق غير شرعية فإذا تم التصويت بالفعل أكيد هيكون التصويت لل11 مليون اللي هما مقيمين بطرق شرعية ولا شايف حضرتك الموضوع ممكن يبقى إزاي لا شرعية ولا مش شرعية ده بالنسبة للبلد هو مقيم فيها لكن بالنسبة للبلد الأم اللي هي مصر يعني حضرتك شايف إنه كمان مهم إنه نضم لإنه فيه رأي بيقول أنا ليه بس أقل حضرتك في حاجة كده إنه فيه رأي بيقول إنه المقيم خارج مصر بطرق شرعية واللي معاه برقم قومي واللي بيتمتع يعني مواصفات معينة هو ده اللي من حقه إنه يدلي بسيبسه الخمسة مليون اللي مقيمين بطرق غير شرعية مش من حقهم إنه هما يدلي بأسفاق إذا كان مسجل في الخنصلية المصرية في البلد اللي هو فيها من حقه يصوّق ما هو إذا مسجل هيبقى موجود بطرق شرعية لا مش مسجل مش هيس مش مسجل يبقى الخمسة مليون مش هيقداره يصوّق يعني بالإجراء يعني يلازم تجيب مسجلة في القنصلية عشان يبقى ليك صوت طبعا حقيقي هي كالية فاندي مزود على الخبر ده إنه مبارح كمكتوف في الجرائد إنه وزارة الداخلية هتبعت بعثات للبلاد اللي فيها جاليات مصرية عدد كبير عشان يعملون بطاقات رقم قومي لأنها دي الألية للانتخاب رقم قومي عندنا بطاقة بطاقة شخصية دي العادية القديمة لا ما تنفعش يعني فيه بطاقة تانية الرقم قومي يا فاندي اللي هي رقم قومي أنا عندي البطاقة دي البلاستيك دي البلاستيك هي دي بطاقة الرقم قومي هي دي عليها في مصر بطاقة الرقم قومي واللي مش عنده المفروضة فيه بعثات هتروح البلاد علشان تعمل لهم رقم قامي عشان يقدروا يسوتهم ياريت في المدة الصغير في شهر وشوية هو ربنا يسهل فبالتالي المصريين المقيمين بالخارج احنا طول الوقت يبعندنا احساس ان هما ما صدقوا طلعوا برا مصر ومش عايزين يشوفوا عننا اقول لي حديث حاجة احنا بنشعر برا ان احنا مصريين اكتر من اللي جوا لان اما يطلعوا ناس الاضاع والمحامين والبتوع المواصلات وبتعاملوا اضراب في بلد الاقتصاد بتاعها بنهار يعني احنا من بره بنعتقد لده غلب مش صح يعني الناس تغيرت النظام نزلنا غير النظام اوكي لكن الحكومة اللي موجودة دي مش حكومة الثورة هي حكومة انتقالية بتماهي للطريق عشان البرلمان اللي احنا هنتخبه بعد الثورة هيعمل حكومة الثورة وبالتالي ادونا فرصة ادو للناس فرصة عشان نبني اقتصادنا جديد طب افردي انت عايزة زيادة الاجور اه طب حجبت الوز من ايه مش لازم ننتج انا عندي الف جنيه وانتج طلبيني بالفين جنيه حاجبونك من ايه لازم بيقى في شغله ويبقى في انتاج علشان نقدر نطلق خلصنا من الفساد خلصنا من الكلام الغلط الناس اللي لازم الحكومة الجديدة حكومة الثورة اللي هي بتجي بعد الانتخابات الحكومة دي انتقالية لا احنا كنا فيجينا حكومة الثورة تجي بعد الثورة على طول افن مهما اصل الثورات عادة بتحصل لان في حزب او هيئة سياسية منظمة بتقوم ضد النظام وتسقطوا وتستولى الحكم فتحكم تاني يوم اللي عندنا ما حصلش كده الشباب المتعلم اللي رحمة ذات التحرير ضرب الحيطة فوقعت وسافه ومشي فما عندناش حد موجود جهاز ثوري يستولى الحكم وبالعكس اللي طلعوا دلوقتي معظم الناس اللي في الشارع اللي ممكن يحكموا البلد ما همش حتى في ناس بيطلبوا بحاجات ملايش علاقة بصور اخرى احنا في التجربة الخطيرة هتؤدي اما الى اننا نتحول الى دولة ديمقراطية بالدرجة الاولى زي ما كان من الاول احنا كنا عندنا ديمقراطية كان عندنا برلمان اللي بيجي بالحكومة ويسقط الحكومة دوقتي ما عادش كده لو نرجع لايام محمد علي وايام يا رجع ايام ملكية تانية فننب سوفي انا عندي كان عندي 17 سنة هتفت يسقط الملكية تاحي جمهورية وبعدين اتندمت 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 ما كانش جمهورية في رأيي واحد ييجي يزابط يحطوه على البتاع وياخد 9% من الاسوار ما كانش جمهورية اللي في عقلي كده كان جمهورية امريكا جمهورية فرنسا جمهورية احنا عايزين نزام واحدة بالحضرتك احنا نقدر نقول صوتنا فيه ونحكم البلد فيه لكن فيه حاجة خطيرة جدا متحصلة في مصر ان الناس دوقتي انا بس كل الناس اللي باسألهم هتنتخب مين بينتخبوا الناس ما عندهمش برنامج يعني طيب احنا دوقتي عندنا مشاكل عندنا مشاكل الاسكان غلاء الاسعار البطالة التعليم الصحة عندنا مشاكل راجل انا هنتخبه ده هيعمل لي ايه في المشاكل احنا زيليش طهر على الوعي يا فندم احنا حضرتك وقلت بقى انا كتير او ما بننتخبش وكتير او ما بنعرفش احنا مش فاهمين دور المجلس الشعب اصلا ايه يعني الناس بتنتخب الشخص اللي هيشغل بينتختي واللي هيجوز بينتخلتي واللي هيدينا ايشير الراجل الجابدي هنا سواء بتاع بيقول لي هنتخب العوة ده رئاسة يعني انت عاينة حكم اسلامي قال لي لا قلت له مرحة نتخب العوة ايه قال لي الراجل حكيم قال لي انتخب صباحي قلت له عايز تلغي معادة السلام قال لي لا قلت له الصباحي بيقول له هيغي معادة لازم فيه برنامج نعرف الراجل اللي جيدة هنتخبه لشكله كويس راجل حكيم راجل صيح حلال ولا انه حيحق لنا البرنامج اللي احنا عايزينه حقيقة بس ده لازم يوصل لكل الفئات يا فندم لانه حراتك بتقول كده حراتك كاتب يمكن احنا يكون عندنا بعض المعلومات ولكن احنا للاسف عندنا برضو فئات في المجتمع لحد النهاردة مابتعرفش تقريبه وتكتب بس انتو التلفزيون مش رحتاج القراءة والكتاب بزرط فهو ده بقى اللي كانت لسه عايدة بتقوله هي التوعية وحملات التوعية المفروض تبقى بشكل اكبر وبصورة اكبر عشان تقدر توصل لكل لازم يفاهم الناس حاجة واحدة مهمة جدا الحزب ده او الشخص ده ايه البرنامج اللي هيعمله مش مهمة الشعرات انا هحكم بالاسلامة هحكم الاشتراكية هحكم تعمليناش حاجة سميه اي حاجة رفع مستوى الاجور حكم الاسلامة هيعمل في ايه يعني مفيش في القرآن حتى رفع مستوى الاجور مثلا او الاشتراكية خربت بلدنا الاشتراكية احنا عايزين دلوقتي استثمار والرعاسمالية بردو بهدلتنا بردو يا فاندم ما هي عندي اشتراكية لو خربت بيتنا والرعاسمالية اللي حاولوا خربت بيتنا بردو خلتنا فقرة افقر من الفقر لا 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 احنا مكناش فقرة دلوقتي اللي بكامع اليومين دولا انت حضرت تتكلم عن حاجة ثانية اللي هي التزاوج بين رجال الاعمال والسلطة دي حاجة ثانية شوفي اما جاه في الاول من حوالي عشرين سنة البنك الدولي قال لابد من الخصخصة يعني ان الدولة تبيع الاقتصاد بتاعها علشان يبقى فيه استثمار شعبي وكده وعشان يخلقوا طبقة وسطة الخصخصة يعني ايه؟ يعني انا وانتي وكل واحد بتاع عنده 100 جنيه والي بتاعه يشتري استهم بعضها بعيدة فبالطريقة دي بتخلقي طبقة وسطة ناس عندهم فلوس اصحاب اسهم ويبقى لهم اصحاب المال بيبقى لهم سلطة في السياسة على طول بيعملوا تمثيل سياسي فالدولة المصرية الاول رفضت الحكاية دي بدعوة ان دا حيضر الاقتصاد المصر وفي الاخر لقوا طريقة يعملوها باعوا الاقتصاد الاقتصاد الحكومة لنفسهم هم ما اشتروها فباع الاقتصاد والسلطة في ايد واحدة هو دا الغلط مش الاقتصاد الرأسمالي مش رجال الاعمال لا بس الاقتصاد الرأسمالي باي حتى لو ما كانش معاه سلطة يعني العالم كله يا فندم دلوقتي هو بيتظاهر ضد الرأسمالية المتوحشة اللي احنا بنعيشها اللي فيها لا لا انت حاديك فهمة الحكاية في بعض البنوك اتخذوا اجراءات غلط وتتحمل مسؤوليتها النظام لكن النظام بيحل نفسه اكيد ما فيش نظام في المطلق الواحده كده بمنحة عن التنفيذ غلط يعني هو زي بيطبقه زي بينفسه هو دا بيخدي ساحة وقاله حسبنا ما الدول لبارة مشكلة العالمية عايزة تفسير اكثر هيخدوات كتير لكن المشكلة الحقيقية هنا ايه اندي راجل لي احمد عز راجل الاقتصاد ليصباط بالحزب الوطني فبيستغل الاسفوذ الدولة عشان يستوضع على فندم هي دي المشكلة الرئيسية لكن احنا محتاجين رجال اعمال كويسين بضعف يعملوا استثمار حقيقي بس باية عن السياسة نجح الشغل مفيش ارتباط مع الدولة ممكن في السياسة يعملوا حزب ويمثلهم في السياسة واحنا نختار نصوت ليهم ولا نصوتش ليهم ايام زمان كل طبقة في المجتمع لازم تمثل في النيابة طبقة الفلاحين لازم يمثل مش اه فالناس بتروح تدي اصواتها لكن ما يشتركوش هما في صداقة وتزاوج مع رجال السلطة فيبقى هم مستولين علينا من هنا ومن هنا يعني فيه حوالي خمسة مليون مصري مبسوطين ما عندهمش مشاكل لكن تمانين مليون مصري مش لقين يأكلوا طبعا وهي دي حرام يعني لازم نعيد تنظيم الحكاية بحيث احنا ندي اصواتنا واحنا نختار الناس اللي حيمثلونا ونعمل لهم البرنامج اللي حيتبقوا علينا انتخابات مجلس الشعب اللي احنا تقين عليها خلاص يوم 28 نوفمبر ان شاء الله فكرة انه تلتين قائمة وتلت فردي ردود الافعال هتكلم على انجلترا من حدك مقيمة في انجلترا من قبل المصريين المقيمين بالخارج واذا كان ده هيبقى عائق او حاجة كويسة في الانتخابات او حاجة في الخارج يمكن لهم رأي ثاني لكن انا رأي معين شوفي الحزب الوطني اتلغى يعني الشريف وعز ومبارك جمال ما اتلغى لكن في في الاقلين في الصعيد وفي الاقلين في ناس كانوا مبتمين للحزب الوطني لكن الناس كويسين الناس عاديين يعني طب لينا احرمهم انه يخش انتخابات يعني قائمة فرضية يعني واخد بالك دول الناس كانوا يعني ايام ساعد باشا ساعد زغلول كل الاقلين متضم التساعد باشا دول مع السلطة الناس بتوع الاقلين دول ليه يجي المهمة ما يستخدمش جهاز الدولة اللي في المنطقة بتاعته عشان يزور انتخابات يعني يرشح نفسه لان في ناس خبليين يعني فيه قبيلة فيه عيلة كبيرة من السوف مثلا هينتخب الراجل بتاعهم مهما جبتلهم واحد تاني فدول سيبيهم بالقائمة الفرضية مفيش مانع يعني انا انا توقعاتي لو صدقت يعني وتوقعاتي انه الاسلامين هياخدوا عليه تلت تلت الاسوات الوفد والتجمع والحاجات دي هياخدوا تلت الاسوات والتانيين الفرديين دول اللي هما كانوا مرتبطين بالنظمة السابق لكن مش تزوج السلطة دول لان هما دول الموجودين في السلطة فدول ممش معهم هياخدوا تلت الاسوات وده لو حصل كده يبقى افضل شيء لمصر لان لو سلطة واحدة اخدت خمسين في مئة اكتب خمسين في مئة البلد هتبقى هنخش الدكتاتورية تاني لازم يبقى فيه صراع لازم فيه خلاف عشان نوصل لحل لازم اتنين يتفقوا مع بعض عشان نوصل لحل فانا توقعاتي كده بس لازم الناس تعرف اما بنتخبوا مين وليه لازم برنامج بدون برنامج ما قدرش تنتخب واحد عشان شكله كويس او عن راجل طيب او ابن حلال او عمل جامع متنفعش الحكاية اكيد